السلام عليكم أصدقائي تتكرر عبارة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين لبرات عديدة هناك تفسير لبعض المتابعين والباحثين يقولون بأن هذا الإصرار لا يمكن أن يحصل إلا إذا كان القرآن في الأصل ليس عربيا لماذا؟ لأنهم يقولون لأن كتابا مكتوب مثلا في الأصل بالفارسية لا يحتاج من يرسله أو من يكتبه أو من يستخدمه أو يدعي نسبته إليه لأن يقول أنه مكتوب بالعربية مع أننا كما يزعم هذا الفاحص أو الشارع يقول مع أننا لو فحصنا كلمات القرآن لو وجدنا أن الكثير منها مأخوذ مباشرة من الأبرية والآرامية والسريعانيين أنا بالنسبة لي أقول أنا أستغرب أيضا وأقول هذا الاستغراب مصدره هو أن هذا الباحث أو هؤلاء الباحثين هم مصدر المشكلة هم الذين قرأوا الأمور بطريقة غير صحيحة وليس القرآن نفسه أي أننا لا نحتاج لأن نبحث عن جواب على المشكلة أو تفسيرها عند هذه الحالة لن نصل إلى نتيجة منطقية والسبب هو في قراءتنا الخاطئة لمنطوق المشكلة طريقتنا بالفهم هي الخاطئة أصلا هي التي أدت بنا لأن نقول بأن هناك من يتحدث عن يكرر حدود عشر مرات أنه من لسان عربي وبين وبالذلك لنقول أن هناك كلمات غير عربية فبالأصل إحنا خلقنا هذه المشكلة اللي يعني شنو؟ أعني أنه حين ترى أن القرآن نزل بنسان عربي أي بلغة عربية فأنت ستقود نفسك حتما إلى التناقض الذي تشتكي منه وتستغربه يعني أنت خلقت المشكلة وبعد ذلك أنت التي تستغرب نتائجها أعني أن كلمة عربي لا تعني اللغة العربية هذه ببساطة لا يعني أن نقول أن نسان عربي مبين معناتها أنه هو بلغة عربية مبينة هذا المعنى غير موجود وليس بالضرورة المخصود في هذه العبارة أنه هناك لغة عربية بهذا المعنى بل شيئا آخر معناها الإبانة والأفصاح وهذا من معاني كلمة العربي أو العربية هي الإبانة والأفصاح تمت عن حلقة بهذا الموضوع أن الرسول الكريم ليس عربي أمر آخر مهم جدا عندما يقول لك أنه هو لسان العربي مبين هو أصلا لغة العربية لم تكن موجودة يعني كانت هناك لهجة أو ما يسمى لسان هو اللسان كان يقصد به اللهجة واللهجة يقصد بها اللغة عكس التصور الشعع وعمونا نهاية مسألة فيها تداخلات كثيرة لك الشيء الذي أجده أنه يحل هذه الإشكالية وإشكالية بأنه يقول أنه لسان العربي مبين مع العلم نجد كثير من الكلمات أصلها عبري وأرامي وسرياني وبعضها أيضا فارسي فكيف يقول أنه لسان العربي مبين وبعد ذلك نحاكمه على أن هناك كلمات غير عربية فكلمات ليس يعني ليس عذل قليل من هذه الكلمات مؤظم أسماء أو كل أسماء الملائكة وما إلى ذلك حتى أسماء الكثير يعني إذا عددنا هناك كتب متخصصة في هذا المجال لن نصل إلى يعني لا يكفي أن نذكر كلمة أو كلامتين أو عشرة وحتى مئة فبالتالي فرطنا في هذه المسألة هو الحل بسيط جدا أنه هذا لسان العربي مبين معناها أنه يقول أنا أتحدث بلغة واضحة ومفهومة وحتى نوضح المسألة بشكل دقيق أرجع إلى معاجم اللغة مثلا لفظة عرب لغة واصطلاحا وسبب التسمية ابن فارس يرجع أصل مادة عرب إلى ثلاثة أصول أولا الإبانة والأفصاح وثانيها النشاط وطيب النفس وثالثها فساد في جسم وعضو ويرجع معاني هذه المادة ومشتقة منها إلى هذه الأصول الثلاثة مثلا يقال وأعرب الرجل يعني تكلم بالفحش معنى أنه كأنما الرجل أعرب يعني أعرب عن ارتياحه بثلا لحدها لأنه يقول أعرب معناته عبر أو أخرج من داخله شيئا وأعرب عنه أو تكلم بالفحش معناته أعرب الرجل وهذا المعاني أنه الشيء في الداخل أن تتخرجه للخارج بحيث يبدو واضحا للآخرين العرب العاربة ما هذا تعني العرب العربة العرب العاربة تعني الصريح منهم وأعرب الرجل يعني أيضا كما قلت هو أفصح القول والكلام بالتالي عندما يقول لسان عربي مبين معناته أنه لسان فصيح ومبين وواضح واللسان له علاقة بالأفصح والواضح لأنه اللسان عندما يخرج إلى يعني معناته هناك لفظ مسموع وكلمة قرآن أيضا لفظ مسموع أنه تقرأ عندما أقرأ لابد أن تستخدم الصوت فبالتالي لسان قرآن عربي مبين معنى لسان العربي مبين وقرآن العربي مبين معناته أنه هناك صوت يخرج من الفم ومن اللسان وهذا اللسان يبدو عربيا أي فصيحا ومبينا أي مبينا يعني ممكن باء يعني شيء باء أو ظاهر يعني ما مرئي أو مفهوم فكلها بسألة صوتية وأيضا مشاهدة واقعية فهذا المقصود بكلمة لسان العربي مبين وهذا أنا ظني لحاجة هذه اللحظة هذا تحليل للموضوع ممكن طبعا نكون أنا مخطئ لكن أدي نوع من التقى فيما أقول حاليا على الأقل طبعا همية الموضوع هنا تكمل في قضية أساسية البعض عندما يعترض على من يقول بأن القرآن فيه جانب من اللغة السريانية وخاصة هناك نظرية بأن تقول بأن هذا القرآن له علاقة بالسريانية هذا الكلام سنتخلص منه لأننا بالأصل ندعي بأنه عربي العربية ظهرت بعد القرآن الكريم تأسست ووضعت قواعد اللغة العربية ووضعت معاجم أول مؤجم وضعه الخليل الفراهيدي هو علوان العين وعيدة طبعا خلال العقود نصف القرن المضى كما أتذكر كانت أدي نسخة منه وجارة الثقافة العراقية طبعت منه على الزاء وهذا الكتاب العين موجود وبعد ذلك طلعت بقية المعاجم اللغة العربية بالمنظور وقبل الراجل وغيره مختار الصحاح وغيره فبالتالي هذه موجودة لكن العربية تم تأسيسها ونشبت صراعات حول قواعد اللغة العربية وأصبحت لغة العربية لغة طبقة راقية في المجتمعات في الدولة العباسية وقبلها عبد الملك أقر تحويل الدواوين إلى العربية وهذا الأمر بدأت تتضح الأمور وكان يجب أن تكون هناك لغة عربية هي التي تكون لغة الدواوين ولغة الدولة الرسمية وهذا مسألة طبيعية لأن لا توجد لغة على الإطلاق لم يتم الإقرارها بطريقة رسمية اللغة لا توجد هنا لغات موجودة كثيرة لكن عندما تأتي دولة تضع اللغة الرسمية إلىها تعتبر لغة معينة هي لغتها الرسمية بالتالي هذه الدولة مثل ما تأتني بالعملة ولديها عملة خاصة بها تعبر عن هويتها وشخصيتها كدولة وكامبراطورية أيضاً اللغة تعبر عن شخصية هذه الدولة وخصف فرادتها فبالتالي عندما تأتي مثلاً عن الدولة الرومانية أقرت اللغة الرومانية اليونان أيضاً أقروا اللغة اليونان طبعاً مع العلم عنهم لهجات كثيرة جداً الرومان أيضاً أيضاً حتى عندما أتت الدول الحديثة يعني اللغة الفرنسية أيضاً أقروا اللغة الفرنسية الفرس أيضاً أقروا اللغة وهكذا حتى كانت اللغة الأرامية هي تم إقرارها المسيحين عندما تبنوا السوريين تبنوا المسيحين السورية قرروا والله هي اللغة السريانية المشتقة من الأرامية فبالتالي العربية الدولة الجديدة الامبراطورية الإسلامية العباسية الجديدة كانت بحاجة إلى إقرار اللغة لأنه لا يعقل لا يعقل تبقى بدون لغة خاصة بها هذه اللغة لا مستحيل لأنه الآن حد هذه اللحظة في البصرة يعدى لهجة تختلف عن النجف أحيانا بعض المناطق في العراق في الأهوار خاصة قدما تسمعها لا تفهم الكلام وأيضا حتى مثلا عند السوري بعض المناطق داخل سوريا نفسها لا تفهم الكلام ما بين الناس فتخيلوا الحال قرن الهجري الأول تخيلوا الحال الناس كيف كانوا يتحدثون مسألة منطقية جدا لا يمكن أن تكون هناك لغة موحدة فالكل هي لهجات ولابد أن يختارون لغة رسمية تمثل الجميع وهذه اللغة الرسمية لا يمكن أيضا أن يتم اختيارها من هذه اللهجات المختلفة لا هم يختارون مثلا لهجة رئيسية مثل صار حسب الرواية المعروفة أنا أختاروا لهجة قريش غذوها بالكلمات ومفردات اللغات المتوفرة بين الشعور والمنطقة هذه اللغة بعد ذلك أصبحت هي اللغة الرسمية وبدأ الحفر وبدأ العمل وبدأ التأسيسه بطريقة ممتازة ولهذا السبب تجد كان صراح هناك بين سي بوي والفراء وجماعة وغيرهم من راحة ببالي أسموهم من زمن بعيد عن قارئ أسموهم الكوفيين والبصريين وكان نوع من الخلفاء كانوا يدعمون رجال التقافة والأدب واللغة لكي يؤسسون قواعد اللغة العربية ووصل إلى حد بالقرن الثالث طلعت فنول البديع والبلاغة وما لا ذلك وبعد ذلك أصبحت حتى نوع من اللغة الخشنة التي بها سجع السمج واشتغلوا بهذه المنطقة بشكل موسع جدا وأصبحت اللغة خاصة المقامات الحرير وغيرهم وبوقعت حتى أيام وصلت لحتى أيام المنفلوطي تقرأ اللغة فيها كثير من التكلف بها مبالغة وفيها تعقيد فيها فخفخة فيها بديع وما إلى ذلك أنا من زمن بعيد ما أمتابع القضايا اللغوية بتقريبا 20 سنة فما جدت أتذكر هذه اللغة المقعرة صعبة فهذا لا يؤقل أن الناس كانوا في ذلك الزمن يتحجسون بهذه اللغة فبالتالي الفكرة أقولها اللغة العربية تم تأسيسها بعد القرآن وسميت بعربية لأنه لأسباب مثل ما سميها الإسلام مثلا فأيضا حتى القرن الأول الهجري لم نجد أي أثر يقول أن هناك دين اسمه الإسلام الأثر الوحيد الذي وجدناه هو في نقش قبة الصخرة هذه القبة الصخرة تم موجودة كلمة الإسلام أن الدين عند الله الإسلام وهذه العبارة أيضا غامضة الإسلام هي من الشالوم لها علاقة بالأبرية ولها علاقة بالآرامية ولها علاقة بالسريانية فكلمة شالوم يعني كلمة سامية معروفة كل اللغات الحوض الشامي العراقي الجزيري أو الحجازي هو كل كلمة شالوم وشلام هي موجودة وتعني صحيح أو الكامل فمعروفة الكلمة يعني ليست لكن تم اختيارها ويقال بأن المؤمون هو الذي هناك نظرية أحد المستشرقين أعتقد يقول بأن الإسلام هو المؤمون اختار هذه الكلمة وقال هو هذا الدين الجديد هذه أحدا من النظريات شوية أشوفها غريبة يعني لكن هي النظرية موجودة يعني ممكن واحد يطلع عليها أو ممكن أسوى حرق عنها في وقت لاحق طبعا لابد أن يشير لمسألة أساسية عندما يقول هذا الشخص أو بعض الباحثين كثيرين هما طبعا المناسبة عندما يقول أنه لماذا القرآن الكريم يكرر هذه العبارة بأنه لسان عربي موبيل بحدود عشرة مرات تفسيره بأن هذا القرآن هو أنه يؤكد أنه عربي معناتها يعني يريد ينفي عن صفة أنه ليس بعربي أو أنه مترجم أو منقول من كتاب آخر وواضح القصد أنه منقول من التوراة أو التلمود ويعني تجميع من مصادر مختلفة فهو هذا القصد يعني فهو يستغرب يقول ليش يكرر هذا شغلة مسألة غير منطقية أنا أقول بالعكس هو يعني ليش القرآن أصلا والسؤال الصحيح أنه أنا أيضا أستغرب القرآن ليش يعني ليش ما يذكر بأنه أصلا مأخوض من هذه اللغات يعني ما المانع ممكن يقول هو ينتهي الموضوع ما في مشكلة يعني فالسبب الرئيسي كما قلت أنه فسرنا كلمة لسان عربي مبين بأنه يتحدث عن لغة عربية مبينة وواضحة لا هي كلمة لسان وعربي مبينة كلها أبارة عن لسان وواضح وفصيح وبين هذا المفهوم الأصلي وليس ولا يعني أنه هناك لغة عربية مبينة هو يقول هذا اللسان واضح ومبين فبالعكس يقول أنا واضح ما احتاج يعني وليس القصد أنه عربي أو بلغة عربية لا مجرد يقول أنا واضح وهذا انتهت ليس أكثر من هذا ربما هنا كلمة عربي لها معاني أخرى لأن عربي وتسمي أصلا رومانية الرومان واليونان سموا هذه المناطق الحجاج وشمال الجزيرة العربية وغرب الفرات غرب الفرات وأيضا شرق النيل والسيناء هذه مناطق كلها يسموها مناطق عربية ختاما أخذ فكرة عن الآيات التي وردت فيها كلمة عربي أول وهذا أن نعنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون يعني تفسير يعني طبعا من حق فسر أي واحد ما عرفت بالموضوع وممكن أن يكون غلطان لكن هذا وشهة نظري وهو الكتاب أن نعنزلناه الناس جميعا فمن حق جميع أن يدلون بدلوهم فيه لا يمكن أحد أن يصادر حق أحد في أن يقول ما يقول في كتاب الله هذا حق يمتلك جميع والغلطان غلطان يعني أن تدخل بالدنيا أن نعنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون معناته تعقلون معناته أن هذا عربي أن نعنزلناه قرآن واضح لعلكم تعقلون يعني فبالتالي واضح المسألة مو قرآن العربي أنه باللغة العربية لعلكم تعقلون معنى مختلف كذلك أنزلناه هاي الثانية وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق هنا فيها إشكال هاي المسألة يعني التفسير مالتي أعتقد أن نزلناه حكما عربيا كلمة حكومت عن الدين أيضا وهذه أيضا مسألة فيها تداخلات كبيرة جدا كلمة دين أدي حلقتين عن تعريف الدين فكلمة كذلك أنزلناه حكما عربيا يخصد أنه دينا عربيا أو دينا واضحا أو دينا يخص العرب أو العراب أو المنطقة العربية التي هي تعتبر المنطقة التي لا تحسب لا على الفرس ولا تحسب على الروم أو البيزنطين فبالتالي هذه المنطقة أنه الدين لهذه المنطقة هذا هو المقصود فيها وليس المقصود الجنس العربي أو اللغة العربية هذا تفسيره وفيه طبعا يعني لا يمكن لا أنا ولا غير ولا آلاف المفسرين نجحوا في أن يفسروا كل الشيء لأنه لأن يعني 1500 سنة تقريبا وهناك نظريات تقول بين القرآن وأصلا الأصول قبل القرآن بحدود قرنين بعض النصوص اللي فيه وهذا لا ينفي بينه نصوص إلهية أو غير إلهية ما لها علاقة الموضوع موضوع بحوث الآن وكذلك أنزلناه قرآن على هذه الثالثة وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآن عربي هنا عندما تقول يعني عندما تفترض لنا عربي عن لغة عربية لغة عربية غير ذي عوج ما ترهم يعني يعني مو معقولة يعني عندما تقول قرآن عربي غير ذي عوج فإذا كانت هي لغة عربية عندما يقصد أنه قرآن مكتوب باللغة العربية وغير ذي عوج هو المخصود للعربي ويعني قرآن عربي غير ذي عوج وهذا القرآن العربي غير ذي عوج هو كل يعني فالمخصود هو القرآن واضح فالواضح هو لا لا يمكن أن يكون والمفصح والمبين لا يمكن معنى كلمة عربي أن أن يكون ذي عوج لأنه عربي ويعني واضح فالواضح بالتأكيد هو عكس العوج أو مكتمل هنا أيضا كتابه فصلت آياته قرآنا عربيا لعلك لقوم يعلمون فصلت تجي معاني كثيرا من أهلم معناته أنه ترجمة أنه ترجمة آياته بشكل واضح قرآنا عربيا كلمة فصلت فيها شرح كثير لكن واحدة من معانيها المهمة والأساسية في رأيه هي كلمة أنه الآن عندما نقول ترجمة فلان عندما نقول فصلت بطريقة أو معنى ترجمة بشكل عام كذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتندر أم القرآن وهذه نفس المعنى تقريبا أنه جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نفس الفكرة أنه قرآن واضح وفصيح ومن قبل كتاب أماما وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ليندر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين نفس المعنى لسانا عربيا نفس المعنى ولقد نعلم أنهم يقولون أن ما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجبين وهذا لسان العربي المبين هنا قد يقول البعض أنه مقصود هذا واضح هذا عربي هذا عجبي لا بالعكس هذا واضح أكثر لماذا لأن الأعجم هو غير الواضح يعني مو الأعجم معناته من جنسية أخرى هذا الفهم الشائع أيضا من الناس كنت أتصور هكذا لكن عندما دقل كلمة أعجمي يوره قوامس اللغة والبختصين في هذا المجال من أيام الأصمع إلى الأفراهيد إلى بعد ذلك مؤلم اللغويين يعني أساطين اللغة الأعجمي هو عكس العربي يعني ليس بمعنى أنه هذا أعجمي ليس يعني من جنس آخر غير الجنس العربي لا هو المقصود أنه هذا يتحدث بلغة غير واضحة غير مفهومة فيقول هذا الذي يلحدون إليها أعجمي يعني هذا لا يجيد الكلام بشكل واضح وبينما هذا كلام واضح فعني كيف ممكن أنا أجيب القرآن يتحدهم يقولهم آني كيف تتهموني بشخص ما يعرف يتكلم أو لا يقول كلاما واضحا بينما هذا كلام واضح لسان حتى نرجع كلمة اللسان هو مقصود بها اللهجة فيقول هذا اللهجة واضحة عربية ومبينة فأنت كيف تشير على يعني مثل واحد يقالك هو مثلا واحد يتأتي بالكلام فرضا وأنت تقول أن هذا الكلام الفصيح الذي أنا أتحدث به تقول هذا مصدر هذا الذي يتأتي أو الذي يعني عد لكنة لكنة أجنبية أو شيء من هذا القبيل أو لا يجي الكرام الناس لا تستطيع أن تفهم ما يقوله بشكل جيد فواضحة يعني عكس ما هو متصور هذه أقوى واحد أعتقد ممكن واحد يحتاج على قوله بها أقصد أقصد أقوى آية أو أكثر آية ممكن أن تثير الاعتراض على فكرتي أخطب أقول بأن أنني نشرته قبل فترة أو كان لي حوار مع صديق أحمد سعزايد حول موضوع أن الرسول لم يكن عربيا ولا علاقة له بالعروبة وبالعربية إنما قيل بعد ذلك أن هناك أم عربية وعرب وما إلى ذلك المسألة تشكلت بعد ذلك صهي العربية أو المنطقة العربية كان هذا اسم لكن هذا لا يعني هناك جنس من البشر يسمى عربي المقصود أن هناك لغة سيطرت وانتشرت بفضل وجود إمبراطورية رشحت هذه اللغة لكي تكون لغة رسمية وأيضا رشحت الدين الإسلامي لكي يكون دينها الرسمية مثل مثل ما كان جميع الإمبراطوريات في ذلك الزمان لابد أن يكون لديها عملة باسمها وأيضا يكون لديها دين باسمها ويكون لديها أيضا تكون لديها لغة البيزنطيين لديهم لغتهم اليونانية الأتراك بعد ذلك أيضا لغتهم التركية وكلهم الفارسية بعد ذلك قدم مملكة الفارسية وهكذا فجميع الإمبراطوريات تعتبر جزء من عملها الرئيسي أو خصوصيتها رئيسية أن تكون لديها لغة ودين وعملة خاصة بها هذه الحالة الأشكال الثلاثة أو التوجهات الثلاثة هي التي تميز الإمبراطوريات القديمة وتمتلك من خلالها شخصيتها وقوتها وحضورها شكرا جزيلا وأسفل واسمع رأي آرعكم طبعا ومع السلام